السلام عليكم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد كل سنة وانتم طيبين رمضان كريم الله ما بلغنا رمضان تنظفات سريعة كده قبل رمضان وقبل تعليق الزينة هنعلقها ان شاء الله النهاردة خلاص كده خلصنا الحمد لله آآ غسلت كده البتجاز قلت اخسره كده اول حاجة ابدأ بي آآ وما فوش حاجة يعني اول زمانتو شايفين كده بس بصراحة قلت برضو ايه آآ زمانتو شايفين كده بس حاجة ببسيطة يعني غسلتها كده بالفرشة ما شاء الله حطيت كده شوية كده ركسة الوان وشوية مية سخنة بس كده على البتجاز آآ زمانتو شايفين وبالفرشة بتاعتي كده على طول تخسر البتجاز من فوق حطي كمان شوية سابون سهل كده عادي آآ من غير طبعا منظفات قوية او باور او اي حاجة بتغير آآ لون الاستلس آآ بلايش خلوا قديكوا كده على طول في الحاجة وهي هتنضف ترجع زي الفل الفرش دي جميلة وقال لكم عليها قبل كده في فيديوهات التنظيفات والمشتريات التلاتة بعشرة جنيه آآ 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 يعني حتى لو كل حاجة يعني هتنضف كل فرشة لون هتنضفوا بها حاجة شكل فانا عاملة للشفاط آآ تنظيف الشفاط وتنظيف التلاجة وتنظيف البتجاز بصراحة جميلة جت بقى اللزبونشة كده عليها بس شوية سابون سعير باخسل برضو الازاز كده بتاع البتجاز. واخسل كمان المرايا بس مش اجيبها معكو. المرايا يعني الفرن. الازاز بتاعه عمل زي المرايا بس انا مش اجيبه عشان بازهار فيه. تمام? غصلت بقى كده البتجاز وبالجوينة ده كده على طول لميت الصبون بسم الله ما شاء الله جبت الفوتة دي بقى كده وقلت تنشف كده ابت وجده كده وخليس كده زي ما انتم شايفين كده عسارية. زي ما شايفين كده البتجاز بقى زي الفل ما شاء الله. خلاص كده خلصت البتجاز. هخسل بقى العيون. هي دي بقى الخطوة ايه? نسعبة شوية يعني بغسل البتجاز. لان انا بخسل البتجاز من فوق. ويعني كل كام يوم على ما بخسل العيون البتجاز. بس قلت برضو مش مهم. الفرش دي برضو كنت جايبها في فيديو المشتريات بستة شهر ونص التلاتة. الفرش دي حديد. السنون بتاعتها حديد. بتنظف جدا. انا حطيت العيون بتاعت البتجاز دي. ولعت البتجاز. وسخنت ومشيت عليها الفرشة دي الحديد. لقيتها ندفت وبقيت زي الفل. فدي فكرة برضو لتنظيف العيون. بس ما تحطوش طبعا ايدوكو عليها وهي سخنة. يعني هي الفرشة اللي تمشوها عليها. زي ما انت شايفين كده غسلت بقى العيون وجبت اللزبونشة كده فيها صابون. اخسلهم كده بس عشان يبقى فيهم لمعة حلوة. آآ وينضفوا كده معي. وما اجي حطهم كده البتجاز يبقى ايه باين اللي هو كل حاجة في نضيفة. الفرش دي جميلة زي ما بقول لكم كده. بتنظف العيون دي حلوة. آآ وفي واحدة نحاس. وواحدة حديد وواحدة بلاستيك. كما ترت فرش مع بعض. جبت بقى العيون النحاس دي بتاعت البتجاز. قلت بقى اخسلها كده باللمون. زي ما انتم شايفين انا عايزها ترجع تلمع شوية كده زي الاول. آآ جبت بقى شوية تخلي في طبق كده. زي ما انتم شايفين. وشوية مية سخنة عليهم من السخان. عالسريع كده. حط شوية مية سخنة. واحط عليهم شوية من القدروكس الاروين. هو ده اللي انا هعمله بس. واحط بقى في ايه? عيون البتجاز اللي نحاس بس. زي ما انتم شايفين كده. هشيلها بقى كده على جنب. هسيبها كده شوية على ما خلص الحود كده. وارجع بقى ايه? اشطفهم وانشفهم. زي ما انتم شايفين كده. غسلت برضو الحود. بس انا في تنضيف الحود. بخسل بكلور ابيض. الكلور اللي هو العادي السيب ده. آآ تمام? بينظف معي. بيخلي الحود زي الفل. بيخلي الاستلس بتاع الحود يلمع. ولا بدعك ولا اي حاجة. يعني بص هو مسافة ما بينزل على الاستلس. بيخلي يلمع كده واي حاجة فيه. اي بقع فيه بتروح لطول. آآ تمام? فبخسله كمان بالفلش البلاستيك اللي انا غسلت بها البتجاز زي ما انتم شفته معي. بتنضف الحود وكمان العين بتاعة الحود اللي جوه دي بتنضفها كويس قوي. عشان هي طبعا بتوصلها زي ما انتم شايفين بتلمعي ازاي. آآ دي دورة في المطبخ يا جماعة من بره. قلت كمان كده اغسلها معي علشان بصراحة قدنا فيها هنا على طول. بنفتحها باستمرار. آآ والولا دي وكده لو بيجيبوا كوباية ولا حاجة على طول يفتحوا بقى الضرف. آآ قلت كمان اغسلها كده بالمرة. رسلتها كده والفوة دي جميلة الفايبر دي. زي ما انتم شايفين كده. آآ الخمس فوة بتلتاشر ونص كنت جايبي. آآ جبت كمان المطبخ كده من من جنبي ده. يعني ده اول المطبخ كده. قلت امسحه كمان من هنا. آآ خلاص بقى صفيت عيوني البتجاز. قلت اركبها بقى كده زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله ما خدتش وقت خالص. رجعت كمان العيوني النحاس كده زي ما لكم يعني على طول. وآآ وعملتها كده ورجعتها. بصتوا بقى البتجاز بقى زي الفل ازاي? خلاص بقى انا خلصت الرخامة ومساحتها وخلصت الحوض. آآ وخلصت البتجاز عامل بقى الارض. عندي الفرشة دي جميلة بتنظيف الارض بقى ارديت الحمام. حطيت كده شوية كلور وشوية آآ مسحوق. اي مسحوق عندك. وشوية آآ كلوركس. آآ بس كده. وشوية مية وحطيت بقى كده على الفرشة زي ما انتو شفتو. وغسلت بقى السراميك ده. السراميك ده تحت الرخامة العصالة. يعني في رخامة على المفتوحة عصالة. آآ وغسلت تحتها. وغسلت بقى كده زي ما انتو شايفين تحت الحوض. وغسلت كل ما كان صراحة في الارض في المطبخ. في حاجات ما اجتش معاكو. بس انا غسلتها كده غسلة حلوة عشان اما اجعلق الزينة. يبقى ايه التنظيف كده بينه والنظافة حلوة. والحاجة متعلقة كده بتبقى جميلة. فرحانة جدا بتعليق الزينة. هتشوفوا معايا دلوقتي. حاجات بسيطة. فرحوا ولادكو كده واخليهم يحسوا باجواء رمضان. حتى لو حاجة بسيطة. حتى لو حاجة واحدة. حتى لو مش قادرين تجيبوا حاجة جيبوا فرع زي. فرع نور. يعني ارخص فرع نور. او اي زينة. يعني الزينة فرع الزينة خمسة متر وعشرة جنيه جايب ايه. تمام. الرخامة هنا نظيفة بقول لكم كده وزي الفل. اه وكل حاجة نظيفة والترب وغسلية وبصوا ونظيف ومرجعها بقى في البصل والطم والحاجة اللي بحطها فيه. اه جبت بقى الورق ده ده بيتلزق بالمية الورق اللي ورا ده هورلو لكم دلوقتي. الورق اللي ورا ده الواحد بخمسة جنيه. انا جبت اربعة حطنجا بالبوتو جيز. ورسمة ببكار الفوم دي بخمستاشر جنيه. كنت اقلقوا عليها في سعر في فيديو المشتريات. والورق اللي هو بتاع رمضان كريم. الرول كله بخمسة واربعين جنيه. عندي اكتر من شهرين شايلين. جبت كمان الملصقات الصغيرة دي. الكيس باثنين ونص. بدور سمات ورق كده. بتتعلق برضو بالضبل فيس. زي ما انتم شايفين كده. علقتهم كده بقى حوالين ببكار المكتوب علي رمضان كريم. حسيت كده اول معلاته ان رمضان جي بقى. بصراحة يعني حاجات بسيطة. الولاد فرحوا واحنا في رحنا كده. دخلت رمضان طبعا بيجي شهر واحد في السنة. كل سنة ومتطيبين رمضان كريم. علقت كمان هنا بقى على دورها في المطبخ زي ما انتم شايفين كده. عملت اشكال كده. حاجات بسيطة يا جميع ومفرح نفسنا كده ومفرح ولادنا. بصوا شكلهم جميل ازاي? غيروا المطبخ خالص. فرق بقى كبير كده في زينة رمضان. بصوا بقى الورق ده جميل قوي. انا يعني كنت بسأل عليه بيلزق ازاي ملهوش لزق من ورق او اي حاجة. فقال لي بيلزق بالمية. بصوا هجيب مية كده عادية من الحنفية وحطها كده على الضع. وحطها على الصراميك كده. انا بجرب هنا ما عارفش اللي هو هيلزق بجد. بصوا زي ما انتم شايفين كده. لزق ازاي? لزق على طول وسريع كده وسهل. احسن من من اللزق اللي هو التاني اللي فيه ورقة من وره ده وبيتشال. بصوا يعني بفرد ايدي كده بيتفرد على طول زي ما انتم شايفين كده. سهل جدا وشكله جميل. آآ بصوا علاقة ده كمان جنبه. زي ما انتم شايفين كده. ده بقى الحيطة اللي جنب اللي يزق على طول السراميك. مش عارفة بقى اهو بينزق يعني لو ما فيش السراميك هيلزق على الحيطة عادي ولا لقى عايزة اروح اسأل? عشان عايزة برضو جيب منه تاني. شكله جميل كده زي ما انتم شايفين. علاقتي بقى الاربعة جنب بعض كأنهم حتة واحدة كده زي ما انتم شايفين. اللي رائقوا ايه فيه? جبت بقى اللازق ده اللي مكتوب عليه رمضان كريم هعلقوا كده على الغسلة زي ما انتم شايفين. اه تغيير بقى كده ما بعلقش حاجة خالص على الغسلة او بحط ايه حاجة على الغسلة. اقولت بقى عملت شكل كده. اه اي شكل رمضاني كده في المطبخ. اه ايه حسسنا كده بالتغيير. من صراحة الواحد فرحان بقى هو وواقف في المطبخ بعد ما فرشوا. ومعلق الفوانيس وكده ومنورها شكلها جميل. واللي صاوا انتم طيبين. ايه رأيكم? اه كمان بقى حطت هنا اللازق ده على الرخامة. انا ما كنتش بصراحة في دماغي ان انا حطه. بس لقيته كتير معايا وآآ كنت جايبايا حشان احطت على الازات بتاع البتو جاز وعلى الغسلة وعلى الحيطة. فلما جبت اللازق دوت اللي هو بتلزق بالمية ما اضطرتش اللي انا حطت على الحيطة وكده. زي ما انتم شايفين كده بقى حطيت على الرخامة. بسم الله ما شاء الله ما خدتش وقت خالص. وآآ فردتو كده على الرخامة وبتقى عملتو. آآ هيكون في ايديكو كده حاجة بلاستيكة. واتطلعوا بها الهواء زي ما انتم شوفتو كده وانا بعمل. جبت بقى الفوانيس الجميلة دي. والنور الجميل ده. بصة زي ما انتم شايفين شاكل الفوانيس جميلة. هنا بقى مستعجلين. جنة مستعجلة وعملة تفتح في النور زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله. آآ جبت بقى كمان هنا. هنا في الشمس تبقى قدر بقى في الشباك بصراحة وبتضيقني كده بتعمل نور اصفر في المطبق. قلت كمان علق هنا تدي شكله ومنها كمان تمنع الشمس. زي ما انتم شايفين كده الفوانيس شكلها جميلة ازاي. وهنا بقى الدرج ده اليد على طول بتاعة واقعة. فقلت علق عليه زينا. والله يدي شكل كمان حلو كده وبقى شكله جميل. زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله. يكون معاكم بلاستيكة كده تفردوا بيها. علق بقى كمان جنبها كمان واحدة تاني. عشان هي يعني مش عريضة زي ما انتم شايفين الدرج عريض فمش جاية كلها عليه. علقت بقى كمان على الدرج التاني ودي بقى الزينا اللي انا علقتها. اقولي رأيكم ايه? بصوا بقى يعني ما شاء الله جميلة والدرج بقى شكله جميل. وخلاص علقت على الدرج وعلقت كمان على الرخامة زي ما انتم شفته. ايه رأيكم? زينا شكلها جميل قوي بصراحة. بصوا بقى هنا اللي جنب البتوغاز. اللي سجاتكو التغسلها وسيباق ونشف. وبصوا البتوغاز بقى زي الفل. والتغيير باين. وايه رأيكم? قولولي بقى التغيير باين فعلا ولا ايه? بصوا بقى ايه رأيكم كده? انا المطبخ عاجبني او حاسها بجد بجو رمضان. وعلقت الفوانيس دي زي ما انتم شايفين كده تحت المطبخ. ايه رأيكم? عاجبكم زي ما انا عاجبني ولا ايه? عند التوابل وعند الزاوية بتاعة المطبخ كده والمطبخ كله شكله جميل بصراحة. لو الفيديو عجبكم ما تنسونش في اللايك والاشتراك في القناة وفضلا وليس امرا وفعال زر الجرس على الكل. آآ يوصل لكم كل جديد بازن الله. ولو في اي سؤال على اي حاجة عايزين انتم عرفوها اسألوني في التعليقات وانا هرد عليكم. والسلام وانتم طيبين رمضان كريم. ما شاء الله. وبصوا شكل الفوانيس جميل ازاي? بصوا ايه رأيكم? لعود الفوانيس ده. آآ ده بخمسة وخمسين جنيه. لو ننسيت اقول لكم السعر بتاعه ده بخمسة وخمسين جنيه. كان فيه زيه اكبر شوية بمية وعشرة. ولو الفيديو عجبكم اضطوا لي اللايك رمضان كريم. في امان الله.